اشتركوا في القناة ودوى تطبيق قاعدة العمل المنجز ملفات حرقة على طاولة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنتظر عقدها بالعاصمة السعودية الرياضة بمشاركة وفد سوريا أهلا بكم مشاهدين العائزة ما يزال الموطن يشكر تفاع أسعار أساسيات مائدة طعامه الطازجة من خضر وغلالة رغم ما سجلته أسعارها مؤخرا من تراجع يؤكد المعنيون أنه سيتواصل الفترة القادمة تذمر يفسر بتواصل ضعف مقديرة المواطنة شرائية التي تجعل وفرة المعروض من المنتجات الفلاحية الأساسية غير كافية ولا مقنعة حتى يقبل المستهلك على الشراء هكذا يروجون لمنتجاتهم المعروضة في الأسواق على اختلافها خذر وغلال ولحوم وأسماك تختلف أسعارها ومواطن يكتفي بالتمعون في أسعارها والمرور متذمرا أو شراء ما يتناسب ومقدرته الشرائية رغم تواصل المنح التنازلي لمؤشر التذخم للشهر الثاني على التوالي حيث انخفض المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك بصفر فاصل إلاك بصفر فاصل إثناني تراجعا في نسق تطور الأسعار مقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية باعتماد الانزلاق الشهري السوام يخص على رمضاء خاصة الفلفل اللقاع الأخضر هذا والبطاطا ورس بنتي الغالية لفما حتى شيطاح بالعن كسريت اليوم سوما اللي كتشي مغضوك تقاسم السوام ابنائة النار تشار هاري مروحة كاك المروحة موستعر صجر هزال هاي ها ما عنديش نجي ندور ندور نروح السوام واسم من كل واحد شنو يحط لك الخذاء كل مرة وسوام نجيبوها غالية مش نقوم بيئها غالية شفيها 2800 من تنكيل وغاديتها في المرشير هي غالية احنا ما ندخلنا شيء ما عطم البيئة هي باربعة ليف وكس هذي 2800 ثامس ويم تلاثم ثامس ويم للي منقلة الماء ما زرعوش زادة ما أنا حتى الفلاح حليل توزيد ووفق بيانات المرصد الوطني للتزويد والأسعار فقد ارتفع نسق تزويد السوق خلال الأسبوع الأول من شهر مايا الجاري فيما تراجعت معدلات أسعار الخذر بين اثنين وأربعة وستين بالمئة على مستوى الجملة وبين واحد وثلاثة وستين بالمئة على مستوى التفصيل اليوم الكمية الجملية اللي وردت على سوق الجملة ببير القصعة زادت ب 16% مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر أفريل الخذر زادت ب 17% والغلال ب 19% هرية كل انعكس على مسوية الأسعار اللي سجل تراجع بدرجة متفاوتة ودرجة ملحوظة في فيق حتى 60% لبعض الأصناف أغلب المنتوجية تتراجعت بصفة كبيرة بس ثناء مدى التماطم اللي قاعدة تواصل في التذبذب بانتاحة واللي شاء الله في شهر جوان قادم بدخول انتاج الفصلة بانتاحة باشتعرف انخفاض وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز ترابل سي إنه من المنتظر أن تسجل نسبة التذخم لشهر ماي خاصة في مجموعة المواد الغذائية تراجعا ملحوظا بسبب وفرة العرض وهو ما سيساهم في تقلص الأسعار وعلى الرغم من هذه التأكيدات للمرصد الوطني للتزويد والأسعار حول تحسن أوضاع التزويد والانخفاض النسبي للأسعار فإن المواطن ما زال يتذمر من ضعف مقدرته الشرائية والارتفاع في أسعار جل المنتوجات والتي يؤمل أن تشهد انخفاضا في الفترة القادمة لتزامنها مع المواسم الفصلية لأغلب المنتوجات الفلاحية الأمطار الأخيرة ولئن كانت غيثا نافعا لعديد الغراسات والمنتجات الفلاحية فإنها أذرت بأنواع أخرى منها ويرجو الفلاحون المعنيون بهذه الأنواع وتلك تقديم وزارة الفلاحة دعما لزراعاتهم وغراساتهم قصد تعزيز الفائدة للمستفيد من قطاعات الفلاحة وتقليل خسائر المتضرر بينما استقبل الفلاحون الأمطار الأخيرة بأمال إنقاذ غابة الزيتين بولاية سوسة التي أوشكت على الجفاف عبر فلاحون آخرون عن تخوفهم من خسائر ستلحق بإصابة البطاطا هذا الموسم ديما نقول الأمطار هي فائدة ونعم عند رب فمتنيها لكنها برشة مخلفات بالنسبة للبطاطا خاطر البطاطا مادة حساسة لا تنفعش البطاطا في الورقة متاحة في جروتها تخلف الأمراض فمتنيها تواثرين برشة دويات تعمل ملديو وملديو يواثل الكعبة وبالنسبة لهم أنتولي في حل ما هوش كالعادة معتها سنسيب البرشة على قبل ولا في سمية أطهر بالمناخ هذه جاية ما هيش في وقتها البطاطا قريب تحضر يوقع فيها حتى الخمرة معتها طابة نديا نديا ياسر وهي قريب تحضر والقصبة معتها اللي يقولون نحن العرشة بتاع البطاطا كي تمرض من الفوق ترجع للكعبة فالأمطار المسجلة خلال الأيام الأخيرة لهذا الشهر سيكون لها تأثيرا إيجابيا على الزيتين والأشجار المثمرة أو على تحسين مخزون المياه في التربة نعم من ربي لكن الحقيقة ما نقوله إيجاة مخرة أو إيجاة بكرة المتاحة مش يعطي بعد أشهر بعد عام بعد اثنين لأننا الحقيقة حسين عنا الأبار هنا ينشهد نهائي الصنتاجات تقريبا 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 ما بين الـ 40 و 50 و 60% ثم نقص كبير رئيسة احنا توقعنا في إشكالية ينظر نواصل ونخدم نواصل ومناها في الخدمة كما قبل نأخذ نصف الكمية نأخذ ومنا نزرعوش الحقيقة هذه حاجة إلهية معناش فاها لا نقول شيء لكن الحقيقة المترى هذه فاها من أثر حتى المظهر منها كذا تبدل منظر صحيح المترة الإخرانية هذه عندها إيجابيات وعند الأثر الإيجابية على القطاع الفلاح من الشك فيه تبقنا هناك فيش بغرض علاش نحن كنشوف فلاحظة الثلاثون متاعنا معتها وصل لحل تتيبس خاصة عندنا هنا في السويس وندينا قبل أن داءت عاجلة لسيد وزير الفلاحة وليكفت من من يهمه الأمر على أساس أتدخل العاجل على أقل إزداء منح للفلاح باش على الأقل وستساهم في نمو الغطاء النباتي وتحسين المرعى والحد من الضغط على تكلفة الأعلاف المركبة والمدعمة التي يعاني من غلائها مربي الماشية أنا عندي تربيت الأبقار من المطار هذه صار أن الأعلاف هي فزدة برشا محاصيل أنت أقمح أنت أشعير أنت أقورت ظرت لنا الأعلاف سمعها كانت لنا ربع عصابة وربع عصابة زادت فزدة فهمتني أنا أحنا مصيرنا الفلاحة ما نشعر فين وين ماشي أنا هجينا موسم سعيب ياسر من ناحية الأعلاف وغلاء الأعلاف واحتكار الأعلاف ورغم أن التساقطات لها انعكسات إيجابية فأنها لن تنقض الموسم الفلاحي القادم حسب الفلاحين إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لجدولة ديونهم ودعم الأعلاف المركبة وتأمين حاجيات أهل القطاع المتزايدة لمياه الرأي صعدت نقابة تعليم الأساسي والثانوي ما تعتبره تحركات احتجاج ضد وزارة التربية بعد البلاخ الذي أصدرته الوزارة مساء أمس بخصوص مطالبتهم بتنزيل أعداد الثلاثيتين الماضيتين ليبقى وضع غموض مآلات السنة التعليمية على ما هو عليه تتالت ردود فعل نقابات التعليم سويعات بعد صدور بلاغ وزارة التربية الداعي إلى تنزيل الأعداد وتطبيقها قاعدة العمل المنجز الجامعة العامة للتعليم الثانوي قالت والقول لكاتبها العام لسعد الياقوبي إن بيان وزارة التربية جاء خارج السياق ولا يخلو من التهديد والتصعيد ولا يؤشر إلى وجود أفق على عكس خطاب الوزير الذي عبر فيه على التفهم من جهتها أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي تمسكها بالتفاوض أسلوباً للتسوية الإشكاليات مضيفة رفض ما اعتبرته بلاغاً تفوح منه رائحة التهديد ويفيد تضليلاً ومغالطاً للرأي العام الوطني والقطاعي ما تم التفاوض حوله في مختلف الجلسات التي جدت مع وزارة التربية هو في مخرجات كان يفترض أنها نفذت ويفترض أن اللي جان تكون أنهت أشغالها إلى حد الآن ما زال العمل متعثر ولم تنهي أشغالها رغم أن الاتفاق نص أنه تنهي أشغالها موفى نوفمبر بالنسبة لمحظر جلسة 1 مارس 2021 أصبحنا نتفاوض فيه من جديد بالنسبة للمفاوضات فيما يخص المطالب المادية القطاعية وزارة ترفض رفضاً تاماً وإجمالياً التفاوض في هذه المطالب رغم أننا كنا مرنين وكل هذه نضبط خريطة الطريق للتفاعل ذلك وحول دعوة وزارة التربية أساتذة التعليم الأساسي والثانوي إلى تنزيل أعداد الامتحانات وتطبيقها قاعدة العمل المنجز قالت الجامعات العامة للتعليم الأساسي إن مفهوم العمل المنجز يختلف بينها وبين الوزارة أحنا أعددنا الاختبارات أنجزناها مع أبنان التلاميذ أصلحنا الاختبارات مكننا التلاميذ من الأعداد ومكننا الأولياء من الاطلاع على وثائق أبنهم إذن ما نحن مطالبون به قمنا به أما أن يقع تهديدنا ويعني شيء من الوعيد أنه يعتبر عمل غير مجهز هذا بطبيعة الحال السلوك لن يخيفنا ولن يثمين عن قراراتنا ما هيش مسألة هديد مسألة إنجاح السنة الدراسية لأن التلاميذة موجودين في كل دار ما نجموش خاطر كانت تجاوزنا لأنه وقت لكان فتناه لما خط أحمر إذا كان فتناه روما عاش تصلحت شيء بالتالي دمت دعوة دعوة المعلمين والأساتذة إلى إنزال هذه الأعداد في المنصات المخصصة لها وأكد وزير التربية أنه لا وجود لسنة بيضاء وأن آلية الارتقاء لآلي غير مطروحة أساسا في المقابل تمسكت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بمواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث وأقرت حركات تصعيدية احتجاجية ستكون وفقا للقائمين عليها قبل نهاية السنة الدراسية جدل ووتيرة تصريحات لا تنبئ إلى حد الآن بوجود حلول انفراج الأزمة بين الطرف الحكومي والنقبي ليبقى مصير السنة الدراسية الحالية غير واضح خاصة مع قرب إجراء الامتحانات الوطنية وضمن محطات الحملة الوطنية يكبر ما ينساش لمقاومة العنف المصلط على الطفل والتصدي له وقد أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مارس الماضي وقعت الوزيرة ووزيرة التربية منشورا مشتركا يتعلق بتنفيذ برنامج تكوين وتوعية تحت شعار لا للعنف في الوسط المدرسي انتلاقا من التقارير السنوية لمندبي حماية التفولة التي عكست ارتفاعا في منسوب العنف داخل الوسط المدرسي وما له من أثار مدمرة على الناشئة وقعت كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنة ووزارة التربية اليوم منشورا مشتركا يتعلق بتنفيذ برنامج تكويني وتوعوية تحت شعار لا للعنف في الوسط المدرسي تم تلقي 1230 اشعار على ما كيت بندبي حماية التفولة سنة 2022 من هذا المنطلق وغيره لأنه هناك أرقام أخرى تقول بأنه الرقم أكبر فإنه تم وضع هذا البرنامج هذا البرنامج يحمل هدف يحمل الشعار لا للعنف في الوسط المدرسي لا ينتصر أولا هذا البرنامج لثقافة حقوق الطفل من أجل أن تكون المدرسة آمنة لأطفلنا والوزارتين معنيتان بكل ما يهم الشأن الطربوي سواء على مستوى ما قبل التمدرس أثناء التمدرس وما بعده وفي هذا الاطار يأتي هذا الاتفاق حتى يسهل عملية مقاومة العنف في المدارس من خلال التكوين والاهتمام ببعث بشاريع نموذجية في العديد من الإعداديات والمدارس الابتدائية وإن شاء الله يعطي أكل في أقرب الأجال ويعمل البرنامج المشترك الذي سينتلق فعليا بداية من الأسبوع الأخير من شهر مايا الجاري يعمل على تكوين مكويننا في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل لحوالي 150 إطارا وطنيا وجهويا سيتم تكلفهم في مرحلة قادمة بتكوين قرابة 1500 إطار تربوية بجميع المؤسسات التربوية عددنا فريق من المكوينين هم الذين سوف يكونون الإطارات التربوية ثم الإطارات التربوية تقوم بحصاص تنشيطية توعوية تحسيسية لمئتين ألف تلميذ هذا الفريق المكون يتألف من 15 مكون يحمل مقاربة بيداغوجية حقوقية وقد وصف المندوب العام لحماية التفولة البرنامج المشترك بالخطوة الكبيرة على خط مقاومة ظاهرة العنف في الوسط المدرسية مؤكدا على ضرورة توفير المرافقة النفسية والاجتماعية للتلميذ داخل المؤسسات التربوية نحن نعرف أن الحوار داخل الأسرة تقلص بشكل كبير برشلية مع ثميش حوار نجمه يكون في غياب يومي للوالدين وتفاعلهم الإيجابي خاصة في الحوار وفي علاقتهم الإيجابية بالأطفال ما يجعله أن وجود مؤسسات وموجود أسلاك تكون موجودة في الإطار التربوي وفي المؤسسات التربوية باعتبار أنه حاليا في مندوبيات التربية يوجد أخصائيين نفسيين ولكن العدد محدود إلى أبعد الحدود وهو ما يجعل ضرورة وتأكيد على دور المرافقة المدرسية لهؤلاء الأطفال عن طريق الأخصائيين نفسيين إن توفروا أو عن طريق الأخصائيين اجتماعيين كذلك عندما نقول لابد أن يكون هناك أخصائيين نفسيين واجتماعيين هذا يعني لابد من انتدابات هذا يعني لابد من ميزانية أو وزارة التربية تقوم بجاهة في هذا المضمار وكان التقرير الوطني للتفولة بتونس قد أشار إلى أن الفشل الدراسي يكون في سنوات الانتقال التي تمر دون توفير مرافقة نفسية واجتماعية ما يؤكد الحاجة الملحى لتوفيرها وسط توصل التحضيرات لإنجاح موسم حج هذا العام تبلغ تكلفة زيارة البقاع المقدسة ثلاثة وعشرين وألفين تسعة عشر ألفا وأربعمائة دينار تونسية فيما يصل عدد زوار بيت الله الحرام والمدينة المنورة عشرة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين حاجا تسعة عشر ألف دينار وأربعمائة هي التكلفة الجملية لأداء مناسك الحج هذا العام ذلك ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية اليوم معتبدا أن مجهودات كل الأطراف المتداخلة قد تكثفت من أجل تأمين ظروف طيبة ولائقة للحاجة التونسية خاصة فيما يتعلق بالضغط على التكاليف فيها الإقامة والنقل داخل البقاع المقدسة والنقل كذلك الجوي التي تتولاها الناقلة الوطنية مناصفة مع الناقلة السعودية الخطوط التونسية والخطوط السعودية التي تذكرت السفر هي تتكلف 3.400 دينار والإقامة والخدمات وغيرها تتكلف 16.000 دينار فهذا يعني ينتج عنه تسغيرة جملية قدرها 19.000 دينار وربعمائة عملية الحجة هذه السنة ستشهد تضاعف عدد الحجة التونسيين إلى قرابة 11.000 حاج وذلك بعد الاتفاق مع السلطات السعودية ويبدو أن الرهانة حسب المتدخلين في عملية الحج هو المحافظة على جودة الخدمات من إقامة ونقل وتجاوز للإشكاليات التي قد تترأو مع تضاعف أعداد حجي جهاد العام حرص على توفير فنادق قريبة من الحرمين بممكن الحاجة التونسية يؤدي صلوات الخمس مترجل الحرم وهذه ميزة عن بقية البعثات يعني 3 وحدات فندقية فقط في مكة المكرمة بشي جمع فيها الحجيج 5.700 تقريبا حاج مناسبة مع الخطوط السعودية ولذلك حطت الخطوط التونسية تقريبا 22 رحلة على مطار تونس بحيث عدد الرحلية الذهاب العودة لكلهم تقريبا 44 رحلة وتغطي تقريبا كل المناطق في تونس وإضافة إلى الجانب اللوجستي سيرافق ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدس وفد مكون من 520 فردا بين مرشد ومؤطر ديني وبعثة طبية وإدارية انتظرنا واخدمنا على مدى الموسم اليوم حجاجنا موجودين انطلقوا في الدروس التوعوية في كامل الجهات بداية من أوائل شهر ماي استعدادات متراصلة ورهان من أجل تأمين رحلة العمر لضيوف الرحمن من تونس أكبرهم سنا يبلغ 103 سنين وأصغرهم 23 سنة تفتح لهم شباب يكون مؤحدة لإتمام كل الإجراءات انطلاقا من يوم الخميس المقبل في الخبر النيابي واحتجاجا ضد مقترح يقلص عدد ممثلي النواب المستقلين بهياكل المجلس انسحب ممثلوا الشعب غير المنتمون إلى كتل من جلسة مساء اليوم وحملوا كل من سيصوت لفائدة المقترح مسئولية ما سموه سابقة خطيرة مع بداية الأشغال مجلسين وبالشعب مقررين عدم الانخراط في المسئوليات كافة ضمن مكتب المجلس واللجان القارة السيادية وندوة الرؤساء وكان عضاء المجلس صوتوا بالأغلبية المطلقة على مقترح احتساب حصة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل مجلس نواب الشعب تباينت مواقف عدد من النواب حول مسألة تحديد حصة الكتل والنواب المستقلين في هياكل المجلس حيث ارتأت بعض الكتل أهمية اعتماد التمثيلية بمكتب المجلس وباللجان البرلمانية عبر آلية الانتخاب حيث أكد نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة أيمن بن صالح أن التوافق بين الكتل وبين النواب لا ينفي اعتماد آلية الانتخاب حتى بالتمثيلية فما انتخاب لأنه اليوم مثلا جسيت ان اكزامبل سهل على الاخر مثلا اليوم فما مساعد رئيس المكلف بشؤون النواب ومساعد رئيس المكلف بالشؤون الخارجي اليوم اربعة ولا خمسة كتل لنجم يقولك نحن كانسيرني به اليوم الكتل الموجودين ستة كتل موجودة تمثيلية نسبية متاحهم صلب مكتب المجلس لكن زوز منهم ولا أكثر من اثنين اللي حاشتهم مساعد رئيس في اختصاص معاين كيفاش بش يصير لهنا احترمنا تمثيلية نسبية لكن نقول ونحن قدام الانتخاب وهو آلية ديمقراطية لكن تبقى أبرز الاشكاليات في توزيع الحصص داخل البرلمان هي مدى إمكانية التوافق بين النواب غير المنتمين للكتل في اختيار ممثليهم في مكتب المجلس وليجانه القارة خاصة وأن عددهم بلغ 38 نائبا مستقلا بون ثم بالنسبة للكتل الأمور واضحة كل كتلة تقعد مع بعضها وتحدد شكون بش يمثلها لكن هنا غير المنتمين الكتل المفروض يكونوا مع بعضهم ومعناها يرشحوا من بناتهم شكون بش يكون في مكتب المجلس وشكون بش يكون في الليجان وشكون اللي مش هي معناها يتولى في أي لجنة معناها الليجان بش يكون في لجنة تشريع ولا في لجنة المالية مش يكون في لجنة من الليجان الأخرى هذو ما يزمع من هم اختياراتهم هنا ويني ثم شوية إشكال طالما ما ثماش ناظم يجمع غير المنتمين الكتل بينما الكتل ثم ناظم يجمعهم والأمور المتفقين عليه نجلسوا سيدوا نفسه مسألة توزيع الكتل غراءوا أنتم اللي بش تقرها وانتم اللي بش تمدونا وقت اللي بش تمدونا كما قلت لكم بسواء الكتل أو بالنسبة للسادة والسيدات غير المنتمين وتمدونا بالقوائم والقوائم يجب أن تكون ممضات بطبيعة الحال هذه كانت بشيقة اعتمادها هذا وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا أهمية تعيين حصص الكتل في هياكل المجلس والتي تعد المهمة الأولى الجدية في تحديد مصاري مجلس نواب الشعب خلال الخمس سنوات المقبلة وفق قوله أثر عوان الغبات بمعتمدية حيدر الحدودية من ولاية القصرين اليوم على مهاجرين غير نظاميين اثنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وقد فارقا الحياة ليتم تحويل جثمانيهما إلى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي قصد تحديد أسباب الوفاة وفق ما صرح به معتمد حيدرا سامي الظوافلي وبالعثور على هتين الجثتين يرتفع عدد المتوفين بين أمس واليوم إلى تسعة مهاجرين أفارقة يرجح أن يكون العطش والجوع والإرهاق وراء وفاتهم وفق أولى المعطيات الصحية إلى جديد الخبرين العربي والعالمي مشاهدين نستهله مع أشغال التحضير للقمة العربية الثانية والثلاثين بالسعودية يوم الجمعة الموعد المنتظر لكثيرين عاد يحدوهم أمل اجتماع الدول العربية حول انتظارات شعوبها والذي يزينه رجوع دمشق إلى الشمل العربي صلب الجامعة رغم حساسية عديد الملفات المطروحة على طويلة النظر عودة سوريا للبيت العربي هو العنوان الكبير للقمة العربية الثانية وثلاثين في المملكة العربية السعودية قمة تنعقد وسط أجواء إيجابية في المحيط العربي والإقليمي خاصة بعد المصالح بين تهران والرياض وما يرافقها من عملية تهدئة في المنطقة ويتطلع الشارع العربي إلى نتائج مغايرة لهذه القمة مقارنة بسابقاتها نظرا لتقلس الخلافات العربية وتقارب وجهات النظر حول أغلب القضايا في المنطقة الجانب الاقتصادي يظل في مقدمة الملفات التي تتطلب معالجة خاصة وفق الخبراء في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم وتدعيتها على اقتصاديات دول المنطقة كما يبقى الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب من أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية ويأتي على رأس الملفات التي ستناقش الأزمة السودانية والحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ شهر وملف سد النهضة الذي يشكل تحديا كبيرا للأمن المائي في مصر والسودان خاصة بعد تقديم مصر لمشروع قرار للجامعة العربية لمناقشته ومفاوضة أثيوبيا بشأنه كما تمثل قضية إعادة أعمار سوريا وإعادة اللجئين السوريين إلى وطنهم أهم المحاور التي ستناقشها القمة المرتقبة هذا إضافة إلى ملفات أخرى أبرزها القضية الفلسطينية والأزمة الاقتصادية اللبنانية وقضايا عربية أخرى شائكة هذا وانطلقت الاجتماعات التحذيرية على مستوى المندبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية غدا الأربعاء بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعد عودة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاما في أعقاب الحرب التي شهدتها البلاد يوم صمود آخر يمر على الفلسطينيين قدموا معه أربعة مصابين وعشرين معتقلا من الشباب اليوم وهم يوجهون اعتداءات جيش الغاصب المحتل الذي لا يتحرك العالم لصد ظلمه وجوره عن أصحاب الحق العزل رغم اعتراف مسؤولين أمميين بحق الفلسطينيين في تقرير المصير تشهد عدة مناطق بالذفة الغربية والقدس المحتلتين منذ أيام حصارا وإجراءات عسكرية مشددة وحملات اعتقال واسعة من ذلك إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات جدت بمخيم جينين وعند مدخل جامعة فلسطين التقنية شمال الخليل ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالذفة الغربية كما أفاد المصدر ذاته أن عددا من الفلسطينيين بينهم طلبا قد أصيبوا بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال محيط جامعة الخليل وإطلاقها الغاز السام والمسيلة للدموع الصوبهم مناسبة طلب خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بتعليق عضوية إسرائيل ما لم تحترم التزامها بتنفيذ قرارات المنظمة الأممية ذات الصلة زهاء المليون نازح وأكثر من 800 قتيل سقطوا حتى الآن في ثاني أشهر الصراع السوداني الداخلي عادت فيه عمليات الاقتتال تدور في مدن السودان الكبرى وبإقليم دارفور الذي شهد اليوم إزهاق 300 روح جراء أعمال العنف المتبادلة بين الجيش وقوات دعم سريعة رغم اتفاق إحداث الممر الآمن واستئناف المفاوضات الموقع بجدة سعودية مع دخول النزاع في السودان شهره الثاني لا يزال البلد غارقا في اقتتال دام ويعيش سكانه في كرثة إنسانية غير مسبوقة فبعد أسبوعين من اتفاق جد القاضي بتوفير ضمنة من أجل ممر آمن للمساعدات الإنسانية واستئناف المحادثات منذ يومين لوقف يطلق نار تجددت الاشتباكات بين طرفي نزاع فلاصم الخرطوم وبعض المدن في الجوار الجيش السوداني كدحبة هجوم واسع لقوات الدعم السري على القاعدة العسكرية الجوية في أومدورمان وأعلن عن تصديه لهجوم آخر عند ضاحية ألكدرو شمال الخرطوم بحري في عقاب اشتباكات مع قوات الدعم السريع في الجهة المقابلة أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على معسكر السواق وعدد من المعسكرات شمالية الخرطوم بحري وأسر أكثر من 700 من عناصر الجيش السوداني قبل ذلك تحدثت مصادر إعلامية عن تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول جسر الحلفاء الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وومدورمان واندلاع مواجهات بين الطرفي النزاع في منطقة شرق النيل وسماع تحليق للطائرات الحربية في سماء العاصمة الخرطوم أوسط هذه الأجواء تهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال كما أعلنت نقابة الطباء السودان عن مقتل أكثر من 820 مدنيا ونزوح أكثر من 930 ألف سوداني إلى الدول المجاورة منذ بدء الاشتباكات بين الطرفي السراع منتصف أفريل الماضي واحدة من أصعب ليالي الأوكرانيين تحت أصوات القصف الروسي منذ بداية حرب الجارتين بالوكالة كما وصفها مراسلون صحفيون كانت البارحة وهدف القصف كان دفاعات أوكرانيا الجوية عبر مواقع كييفا العسكرية الحيوية فيما تستعد أوكرانيا لتلقي مساعدات لوجستية جديدة من حلفائها الغربيين سمع جوين انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم إثره هجوم جوي روسي مكتف بطائرات مسيرة وسواريخ كروز وسواريخ باليستية وذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة كييف أن الهجوم كان سثنيا في كثافته وأنه شهد إطلاق عدد كبير من الصواريخ الهجومية في وقت وجيز وعلنت الإدارة العسكرية في المقابل تدمير جل الهداف الجوية في سماء كييف مؤكدة أن الحطم سقط على أحياء مختلفة في المدينة وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تدمير أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز باتريوتا الأمريكية في العاصمة كييف قائلا أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة مركزة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى إلى نقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات للذخيرة وقد تم استهداف أسلحة ومعدات عسكرية تسلمتها كييف مؤخرا من دول غربية كما تم تدمير منظومة باتريوتا المضادة للطائرات بصاروخ كينجار العالي الدقة في كييف وقال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده ستحصل على قدرات عسكرية جديدة تمكنها من إغلاق أجوائها في وجه الهجمات الروسية المتواصلة مشيرا إلى أهمية الجولة الأوروبية للرئيس فلوديمير زيلنسكي في تشكيل ما سماه تحالف الطائرات المقاتلة ضد موسكو نكبة 48 وتسعمائة وألف نكبة الفلسطينيين المهجرين من أرضهم وديارهم ظلما وغيا ومحاولات الشباب الفلسطيني إثبات هويته قصة فيلم علم الذي احتضنت عرضه ما قبل الأول قاعة سينيما دار بقرطاجة نتابع فيما يلي لمحة عنه مشاهدين اختار المخرج الفلسطيني فرسخوري أن يكون أبطال فيلمه علم من فئة شباب باعتبار والقول للخوري أن الجيل الأول من فلسطيني الداخل اختار الصمتة السياسية والتأقلم مع واقع فرضه الاحتلال الإسرائيلية أما الأجال اللاحقة فقد فرضها واقعها المعيش بمناحيه الاقتصادية والنفسية والاجتماعية تعامل مختلفا مع المحتلة الجيل صار ينظر للاحتلال بعينه وما عدش يخاف من الاحتلال ورجع وجمع كرامته كرامته الوطنية وكرامته الشخصية فما بخذر للأوروب المحتل كإنسان الذي هو أسمى وأرقى وأعلى منه محاولات الاحتلال الإسرائيلي تمسى الهوية الفلسطينية أبرزها الفيلم خاصة من خلال المناهج الدراسية التي فرضها على الفلسطينيين في المؤسسات التربوية بشكل ممنهج كانت المؤسسة ومزلت المؤسسة بتحاول أنه تمحي الوعي تبعا وطبعا محي الوعي بيجي عن محي سرديتك وفرد سرديتي فما زال الفلسطيني في الداخل الفلسطيني يرزق تحت السردية الإسرائيلية اللي هي مبنية على نفي الفلسطيني نفي تصدى له أبطال الفيلم من خلال نزع عالم المحتل الإسرائيلي من على سطح مؤسسات التربوية وتعويذه بالعالم الفلسطيني ومظاهرة مناددة بالقمع والاضطهاد تنتهي بمصادمات مع شرطة المحتلة واستشهاد عدد من الشبان في أخبار الرياضة غادرت بحثة المنتخب الوطني لأوسط كرة القدم عاشية اليوم مطار تونس قرطاج باتجاه الأرجنتيين للمشاركة في نهائيات كأس العالم وكان المنتخب الوطني قد أنهت تحضيرات بانتصار عريض على اتحاد من كردانة خمسة أهداف لهدف من مطار تونس قرطاج شدت بعثة المنتخب الوطني للأوسط الرحالة نحو العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري قائمة المدرب منتصر لحيشي تضمنت واحداً وعشرين لعباً وغاب عنها صانع ألعاب النادي الإفريقي أدم جرب الذي وقع تعويضه ببركة لحميدي أدم الغالب أن نجمش يكون معنا في الكمبيتسيون هذية قدر الله شيء فعل حسب وجاء في ركبته ويحده كل الغالب جاء بركات مستنس بالإكيب ناسونال مستنس بالجروب وقدر تربيب شيء قدم الإضافة إن شاء الله جاء ترطر شوية الحمد لله كل شيء يجي في وقته بي إن شاء الله معنا نبس نعمل حاجة بي إن شاء الله ونفرح الجمهورة إن شاء الله وقد وضعت قرعة كأس العالم للأواسط المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من المنتخب الإنجليزي والمنتخب العراقي إضافة إلى منتخب الأوروكوي حاضرين للكوب ديماند إن شاء الله إن شاء الله عش نوره راية تونسية وإن شاء الله عش نمشيه البعيد في كأس العالم هذه التحضيرات أونسة دابت معانتها مفهمش مع ده مشكلة وقت إن شاء الله نمشيه غاديك الكيبر كله ونقدمه إن شاء الله تاهم الممتاز ونمشيه الأبعد ما يمكن في كأس العالم هذه تم خدمها تم تحسن أداء إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله تونس يتقدم أداة ونتيجة ونحب نكسر حاجز هذا الدور الأول إن شاء الله بترشح للدور الثاني المنتخب الوطني للأواسط يجدد العهد إذن مع كأس العالم بعد 38 عاما من الغياب ويستهل مشواره في 22% الجاري بملاقات المنتخب الإنجليزي تعدل النادي إصفاقس مع الاتحاد المنصري دون هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الطيب لمهيري بإصفاقس ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة السابعة لمجموعة التتويج من بطولة الرابط المحترف الأورى في كرة القدم وقد عجز الفريقان عن تحويل المحاولات الهجومية التي أتيحت لهما على امتداد فترات اللقاء إلى أهداف بعد أن وقف الحارسان أيمن دحمان وبشير بن سعيد حاجزا منيعا أمام اهتزاز الشباكة ليهدر النادي إصفاقسي فرصة ثمينة لأخذ الفارق حين أضع في الدقيقة الخمسة والأربعين ضربة جزاء أعلنها حكم المباراة أسامة رزقالة إثر الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد الفار قرر المكتب الجامعي لكرة سلة في اجتماع طارئ يعقد حاليا التعليق الفوري لمقابلات الدور النهائية من البطولة المحترفة أكابر ومسابقة كأس تونس أكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري ونادي الإفريقي إثر تواصل ما تم وصفه بحملات التجيش والتحريض ضد أعضاء المكتب الجامعي وصلت حد تهديد سلامة بعضهم الجسدية والمادية يذكر أن الاتحاد المنستيري يتقدم في سلسلة مقابلات الدور النهائية بانتصار دون مقابل وكان من المبرمج أن تقام المقابلة الثانية غدا بداية من الخامسة والنصف مساء بقاعة محمد مزالي بالمونستير قبل قرار المكتب الجامعي تعليق مقابلات الدور النهائية فيما يلي مشاهدين تذكير بعنوين الأخبار المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة يؤكد تسجيراً خفاضي في مؤشر عام الأسعار عند الاستهلاك بسبب وفرة المنتوجة نقابات تعليم الأساسي والثانوي تؤكد رفضها قرار وزارة التربية الداعي إلى تنزيل الأعداد وتطبيق قاعدة العمل المنجز ملفات حارقة على طاولة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنتظر عقدها في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وفد سوريا جديد الأخبار وصديقه ومفيده تتابعونه عبر نشرات إخبار التلفزة التونسية بيت التونسيين سهرة رائقة مشاهدينا